طيب محمد كنت تتكلم عن نقاط ضعف انت شفتها خلال تعليقك على مباراة السنغال اللي فاتت بتأكيد حتى بما فيهم الحارس مندي هو افضل حارس في العالم في استفتاء دابيست الاخير بتاع الفيفا لا عنده عيوب برضو مهما كان لما بتسدد عليه من بعيد باتقان بيبقى عنده عيوب حتى الان في نصف الملعب هناك مشاكل كتير وضبط الاقاعة في نصف الملعب مهمة قوي ومنتخبنا الوطن عندي قوة في نصف الملعب مع التجانس والانسجام والربط اللي بيكون موجود شوية عمر سلاء لما تعب في مباراة الكاميرون خرج ما بين الشوطين وده اول مرة يخرج ما بين الشوطين لانه بعمل عامل توازن على ارض الملعب لكن تغييرته كانت تغييره في محلها لما بدأ يطمع في المباراة فييرجع او يخلي المتخب الكاميروني متراجع اكتر لمنازل تريزيجي هي تغييرات بشكل ذاكي اوي تؤكد احنا كنا في الاول بنلعب بطريقة دفاعية يعني الشوط الاولاني كان معظمه دفاعي صحيح بعد ما نزل تريزيجي اللي بتحول بتأكيد وهو كيفية يعني يمتص الحماس اللي كان واخد المتخب الكاميروني ارهاقهم كثيرا في الشوط الاول مع الجاري اللي كان موجود مهم اول في مثل هذه المباراة انه تبقى فاهم عقلية اللعب الافريقي والمدرين الفانيين الافريقين هما بيبحثوا عن البداية اللي هو العين الحمراء وده عملوا السنغال في كل المباراة الى انه ما بيعرفش يستغل لها لانه بيكون في حلقة منقوصة من فاكرة انه يخلص امام المرمى زي ما قلنا بيعتمد على المهارات الفردية واعتقد انه تخونهم كثيرا الاعتماد على سال يوماني سال يوماني زي ما قلنا ما بيرجعش وجود محمد صلاح في نفس جابهة سال يوماني هيقفل سال يوسيس وسال يوسيس وسال يوماني هما الاثنين جابهة النار اللي فيها تقريبا 70% من قوة المتخب السنغالي هجوميا حتى هو إن كان ظهير ولكن بيعرف انه يتعامل ويطير ان شاء الله مع الضغط اللي هيكون موجود نقدر ان احنا نحجم مصادر الخطورة ونتفوق عليهم وبإذن الله ينتهي الشوط الاول بدون ان نستقبل هدف لانه ده مهمة جدا مع اللي كان بيكلم عليك قالوس كيروش فاكرة انه استحواز من رجل لرجل ما نتصرعش وما نرجعش بشكل غير مدروس لانه في المبارات نيجيريا كيروش فكر تفكير عالي ما عرفش ينفزه ليه لانه لعبة ما كانش أصلا عارفة تبدأ الهجمة من تحت ازاي بيجروا ومش عارفين هيوصلوها البعض ازاي في مثل هذه المبارات خلاص هو لأ الاقاعة فيقدر ان هو هيشتغل عليه بالشكل المطوب المرجوب فيه من رجل لرجل وسيسي كمان كان نتكلم عن حاجة كويسة جدا انه معارف كويس قوي انه لعبين عندهم خبرات الاهلي وزمالك فعلا عندهم خبرات فكرة الافريقية فعملين التوازن بتاع منتخب مصر انه حتى في سوق ارضية الملعب مع لعبين المحترفين لا احنا قادرين نقف على ارض الملعب في ملعب اوليمبي النهاردة مباراة صعبة واجواء صعبة وارضية صعبة لكن منتخبنا قادر انه يغير او يحطم التاريخ في هذه المباراة